في إثراء الحركية الإيجابية التي تتسم بها ساحة الوطنية أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم منتدا إعلاميا وطنيا لإبراز أهم القضايا وعشرية إحياء اليوم الوطني للذاكرة الذي كرسه رئيس الجمهورية المنتدى استضاف في عدده الأول رئيس مجلس الأمة المجاهد سلاح جوجيل للحديث عن السياق التاريخي لأحداث الثامن مايه خمسة وأربعين ودورها في مسار النضال الوطني الذي تكلل باندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة